بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف الحاج سبب معكم أخوكم دل عزيز اليوم بإذن الله تعالى ما نشرح كيف نغير الامو جي او الفيسات في جهازك طبعا على حسب الموضوع الموجود في XDA الطريقة ما تنفعل مع جهاز S4 ولازم يعمل بتحديث كيت كات هذا الموجود في الموضوع طيب اللي علينا اننا نحمل مثلا فيسات سامسونج او جوجل او ايو اس اللي هو الايفون يعني الابر عامة هنا من الموضوع راح حطر رابط الموضوع في الدسكريبشن بعد ما نحملها طبعا نحتاج route نروح نفكت ضغط عنها طبعا الفيسات في الموضوع بسيط رار وبسيط زيب ايضا راح تربط رار هذا هو راح تربط في الوصف نروح الروتكسب لورار بعد ما نفك الضغط عنها بعد ما نفك الضغط عنها نروح الروتكسب لورار نتاكد ان نحط mount ro هنا فوق نروح طبعا لمسار الروت نروح مثلا لذاكر الداخلية نروح نسخ للملف هذا هو الملف نسخ لقبي نروح مجلة system بعدين مجلة fonts طبعا من جديد نتاكد بعد ما نتخدم مجلة system نتاكد ان رأى وفوق بعدين نسخ لسخ نضط على yes بعد ما نضط عليه سوي لصق نروح الاسم الملف نفسه هذا هو نضط على الخير هذا هو الصلاحيات نتاكد ان معطينه زي كذا زي ما تلاحظون زي زي كذا بالضب read write بعدين نضط على ok طبعا بعد ذلك نضط على من جديد نروح change owner نختار root root هنا نختار root بعد ذلك نضط على ok بعد ذلك نضط على جهاز نتاكد ان شاء الله من جديد و راح تتغير الاموجي عندنا و الفيسات طيب كل الشغلة هذى اختصرها مبرمج في تطبيق اسمه emoji switcher طبعا ايضا احتاج root رحت ايضا رابط في description موجود في play store نحمله بعد من نحمله طبعا نحمله مخلص نروح عنده هذا هو الطبع زي ما تلاحظون يحتاج الروت نختار أام مثلا الامجي اللي نختار على الفيسات جوجل سامسونغ ايوس مثلا نختار ايوس نختار على set بعد ما اام سوي set راح يغير ويطاف الجهاز يشغل من جديد وتكون من تغيره طبعا قبل كل هذا الافضل انك تسوي backup او نسخة احتياطية للملف الاصلي في مسار Fonts اللي هو هذا قبل شوي مجلة System مجلة Fonts هذا هو الملف الاصلي زي ما تلاحظون هذا هو على افضل قبل ما تسوي العملية كاملة تسوي له نسخ وتحطوا مثلا في ذاكرة خارجية عشان لا صح من الله لو صار شيء يمديك تسترجع الفيسات الاصلية لجهازك هذا هو الشرح بكل بساطة ان شاء الله عجبكم راحض جميع الرواد في دسكريبشن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة